بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرق البيان ورسولين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الجماعين اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم والحكيم طيب تكلمنا الجزء النظري بالنسبة للفايل بشكل عام وطريقة التعامل الجافة مع الفايل الآن راح ندخل على الجزء العملي طيب أنا بالنسبة لي الآن لأقرأ من المستخدم قيم مثلا فأيش بستخدم؟ بستخدم class scanner بعرف منه object السكانر هذا بعطيه هنا system.n وبعدين بابت أقرأ منه مثلا لو أبغى أقرأ ال name هذا مثال بسيط أقرأ ال name ويما طبعت له أدخل ال name ثم قرأت ال name ثم طبعت له كذا أقرأ أدخل السنة ثم قرأت السنة ثم طبعت ال name نفس التعامل هذا تماما راح يكون معنا في الفايل نفسه تماما بتخيل الفايل كأنه جالس مستخدم يكتب وبتجلس أقرأ منه كيف راح نشوف الآن طبع ننفذ هذا الكود بس السريع كمبيل ثم اكشن name مثلا year 2019 طبع لي هلو علي the year is 2016 طيب هذا بالنسبة لل السكانر نفس الطريقة نفس التعامل أنا لو هنا مثلا أبغى يقرأ لي full name مثلا full name ايش بقول بيكون عندي full name بيكون فيه مسافات فالنكست ما تنفعني احتاج next line next line راح تقرأ لي السطر كامل لو خليتها next ما راح يقرأ لي السطر كامل ونجرب ودخلت علي علي مثلا فعطاني exception لانه يش راح يقرأ هنا في البداية next راح يقرأ الى هنا ثم الجدت هذه مباشرة بعدها وبتبتقرأ integer حصت مسافة وبتقرأ integer لانه فعطاني exception ففعليا أنا باستخدم عشان اقرأ full name نستخدم next line ثم نسمي علي 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 ثم لير 15 الآن علي 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 و لير 19 طيب هذا بالن الآن يعني نفس الفنكشن اللي فيه راح استخدمها مع الفايل برضو فأنا بس حبيت اني اربط بين الفايل والسكانر العادية لانه هين اللي فاهم هذه راح تسال عليه الفايل ان شاء الله طيب خلن نفتح مثلا في البداية ببندخل على read file طيب الـ الـ اسمه درجة و نفس الشيء فأنا في البداية هذا ك رقم ممكن اقرأه ك next int أو او او ممكن اقرأ next line فرح يقرأ لي السطر كامل هنشوف كيف استخدم هنا paths . . . بعدين هنا بعطيه اسم الفايل اسم الفايل هذا ماذا طبعا مع الـ ماذا اسمه الـ ماذا اسمه الـ ماذا اسمه اللي هو النوع student .txt .txt بعدين ايش بقول له بقول له اسمه مثلا بطبعان على الشاشة system . . .out . print . مثلا مثلا او او انت اي دي او خلنجرب في البداية هتطول مباشرة input . next ايش رح تتبع لي و خلنشوف ايش بتاع تبعه طيب . read file . . . . . . . . او او كي . او كي . لازم نقول له throws exception اشترك انها صح اوكي سيف هدين java read files طبع المية راح فتح الفايل طبع اخر شي اقول له if شيك على شيك على الفايل اذا input not equal null سو input dot close هذه الفنكشن لتسكر الفايل فالان اش سوه راح للفايل هذا فتحه قرأ اول قلت له next انا قلت له next فبيقرأ الى المسافة وبيوقف المؤشر دائما اول ما يفتح الفايل يكون هنا بعدين قلت له next قرأ هذا ووقف هنا او هنا بعد المسافة بعدين الان لو قلت له dot next ثانية بيقرأ هذه لان لو قلت له dot next ثالثة بيقرأ هذه بعدين يخلص ينزل السطر الثاني يخلص السطر الاول خلص نشوف نحن نقول تعالى توتكلم قلط. اجابة. طبع المية احمد خمسة وتسعين. لو الان بحط دوت ثانية راح يتبين يكون نزل السطر الثاني وطبع السطر الثاني وبعشرة ما سيفت. طبع مية واحد. نزل السطر الثاني وطبع بداية طبع من هنا. هذا دوت نيكس طيب لو قلت له انا مثلا دوت نيكس لاي. 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 هنا المفروض يعطيني اكسبشن. ليش? لانه عندي ثلاث سطور. طب او خلن نبدون هذا الان. خلنشوف اول شي كش بيطبع هنا. شوف. نحن نفس عمل السكانر العادي. لما اقول لت نيكست لاين فبيقرأ السطر كامل. لما اقول لت نيكست راح يقرأ فقط الى المسافة الى اول مسافة. الان لو وضعت هذا ورجعته. زي اهفت اعطيت كذا. اعطاني اكسبشن ليش? زي ما قلنا انه اذا قرأت من فايل انا وصلت الى نهايته. قلت اقرأ منه زيادة. فهنا راح يعطيني اكسبشن. كيف اتعامل مع هذي المشكلة? هذي المشكلة عندي فنكشن قلنا تفر لي اياه سكانر انه هاز نيكست. راح نشوفها الان. طيب. مثلا. وايل. انبوت. هاز نيكست. اذا في باقي اسطر اطبع. اجيب. طيب. اه ها هنا. اذا في اسطر اطبع. ما في اسطر يوقف يخلص. خلنشوف ايش ما سير. طيب. كلير بس عشان توضح الامور. كومبايل. ثم. سوري. ثم من. جاب الاسطر الثلاثة بدون اي مشاكل وبدون اي ارورس. فهذا بالنسبة للريد. انه ابي اقرأ فايل. استخدم اما نيكست انت نيكست لاين على حسب انا ايش احتاجه. مثلا. خليها هنا. دوت نيكست. ثلاث مرات. مثلا. هنا اعطيه بس كده برنت لن. مثلا هنا. مسافة او تاب مثلا. هنا تاب. وهنا تاب. وبدين بطبع. او شو اسمه. او نيو لاين. خنشوف شو بصير. شوف اريد فايل. كومبايل. ثم. ري. اكسكوشن. طاني. شو اسمه. ال اي دي ثم تاب اربع مسافات ثم الاسم ثم تاب اربع مسافات ثم الدرجة لكل طالب. فانا اقدر اتحكم فيه زي ما بقى. ممكن طبعا هذا الاول نقرأه كنكست. انت بحكم انه انت ممكن. وممكن اخير فرضو انت. فعادي جدا. نشوف. كومبايل. لازم نفس النتيجة. نفس النتيجة تماما. لكن لو قرأت هذا انت بيعطيني زي ما قلنا اقرأ بيانات غير الموجودة. اطاني بيعطيني الان ارور. او. اشتغل او ما سيفت عفون. ما سيفت. سوري. كومبايل. عفا ارور. قطاني ارور. وسقق قرأ المية بنيكست انت. بعدين جاب يقرأ نكست انت حصل قدامه. حصل قدامه من احمد. هذا استرينج ما قدر اقرأ كانت. فعطاني اكسبشن. وبس اني. نجح نسيف. والكود الان شغال تماما. هذا بالنسبة لل read file. هذا والله اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.